مع اياد دهماني زميلنا زياد كريشان نحكيه على الموضوع درنير ما في ميديشو ولكن مش نرجعوله من زاوية اخرى هي علاش تحطت منظومة الدعم اللي هو دعم شامل ماهوش جزت تحويلات تمشي معتها العائلات المعوزة وإلا محدودة الدخل يلزم نفهمه انه الاستراتيجية متاع الدولة التوصية وإلا المنوال الاقتصادي متاعها تبنى خاصة في الفترة من السبعينات لليوم على فكرة انه وجور البخصة والاسعار الرخيصة علاش يا خاتر راهو زادة يلزم نفهمه انه العمل راهو مين معتك يا بدا وضع عادي مينجمش يكون انترافيير باور واحد يخدم وفقير معتها العمل من المفروض وفي وضع عادي وفي الدول العادية انه العمل يعطيك الحد الادنى من الدخل باش تاكله تشربه تتفرهد تعيش مستور مش باش تولي غنيه من الشهرية ولكن ماكش افقير ديور هذك علاش معتها ببرشة الناس يقول لك هذك الفرق بين العمل والعبودية اذا انت حر وتخدم ولكن ما تخلطش باش تاكل ما تخلطش باش تلبس ما تخلطش باش تتنقل تولي العبودية خير خاطر كان عصر العبودية كانو الناس يخدموا ياكلوا يشربوا يرقدوا والعرف هو اللي داويهم هذك علاش فكرة انو العمل راهو هو اللي حقاق لك دخل باش تعيش حياة كريمة المشكلة متع الاقتصاد متاعنا هو انو احنا راهنا لمدة سنوات طويلة على انو التنافسية متاعنا تتبنى اساسا على الاجور الرخيصة علاش خاطر احنا نحبه المستثمر يجي لتونس يستثمر فيها بشكل مباشر او غير مباشر باش نبسطها امين فرضا هنا مراد مستثمر في المانيا باش يستثمر في تونس بشكل مباشر مثلا باش يجي حل معمل منتاع كابل هو قبل ما يجي لتونس باش يحط خريطة ويشوف هناه الدول اللي فيها اقل ضرائب هناه الدول اللي فيها اليد العاملة رخيصة وهذاك شنو اللي خليه يمشي يستثمر بشكل مباشر مثلا باش يعمل معمل في البلاد هذيك وقاله بشكل غير مباشر هي انو مثلا شركة متاع ملابس وقاله متاع احذية شنو اللي خليها تشري القطعة ولا الكوماند القطعة من معمل في تونس هو انو سوم هيكون رخيص باش سوم هيكون رخيص يلزموا للمعمل ما يخلصش وجور غالية هذك عليش الدولة فضلت انها باش تشجع على التصدير وتشجع على الاستثمار انو تخلي الاجور رخيصة باش تنجم تخلي الاجور رخيصة لانو مينجمش واحد يخدم وما يخلطش على الماكلة ولا على اللبسة متاعه هي تدعم المنتجات باش الاسعار تكون ديما رخيصة هذي خلق دي سباريتي مثلا نشوفه مثلا اليوم الفرق بين الاجور في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص اليوم متوسط الاجر في الوظيفة العمومية كان نتذكر الرقم هو في حدود مليون وثمانيمائة في الشهر في الوظيفة العمومية في حين متوسط الأجر بشكل عام في القطاع الخاص هو في حدود ثمانية وإلا النجم ونمشيه أكثر كده حكيه على الأجر الأدنى معناتها إلي متنجمش تخلص أقل منه نلقاوها توا في حدود أربعمائة وستين ولا أربعمائة وتسعة وخمسين دينار اليوم بالأسعار دي جاب بالدعم من نجمش شخص يعيش بأربعمائة وستين دينار ويخدم هذية من الحاجات اللي شفناها من جهة أخرى إنه مثلا درنير ما نادي عادت وقتها أخبر إنه في جهة من جهات البلاد مثلا فما عشر آلاف موطن شغل ملقاوش يكون يشتغل فيهم إلي هما أساسا موطن شغل والأجور متاعهم رخيصة بيأسير أنت قبل في فترة من فترات كانت الناس تتنقل تمشي من جهات داخلية الجهات الساحلية باش تنجم طلق أجر ولكن اليوم كيعمل حساباته أنت يخوذ ناخد مثلا إن في في تكستيل إذا باش تخلص خمسمائة دينار وهي باش تجي من جهة داخلية يلزمها تكري ويلزمها تلبس ويلزمها ترانسبار متاعها ويلزمها ترانسبار باش ترجع تطلع على عائلتها في الأخر تطلع خاسرة في الحكاية لأنه الحد الأدنى متاع إنه باش تصرف على روحها ما تنجمش هذك عليش الدولة كانت ديما تعوض النقص في الأجر بالدعم هذك خاصة في المواد الأساسية وإلا في المحروقات اليوم كي باش نمشيوا إلى حقيقة الأسعار راهو باش يخلق مشكل في التنفسية متاع المؤسسات متاعنا لأنه كي نوصلوا لحقيقة الأسعار شنو اللي باش يصير العامل ماهوش باش يقبل إنه يخدم ويقعد فقير دونك باش يطلب زيادة في الأسعار كي باش تزيد الأسعار التنفسية متاع المؤسسات متاعنا تنقص وتولي الشركة اللي الكوماند من معمل في تونس تولي تلوج على بنجلاديش وإلا على دول فيتنام وعلى الدول ما أرخص دونك هذي يزيدة كيف نرفعو الدعم يلزم يكون حاضر في ذهن الدولة إنه راهو الدعم مش فقط إنه الناس اللي معاندهاش دخل نعطيوها معانده التحويلات مالية راهو الدعم ماشي أساساً للناس اللي تخدم باش ما يكونوش دي ترافايير بوفر كيف نرفعو الدعم راهو فرصة ما الأسعار باش ترتفع وهذا باش يغير في المودال متاع الإيكونومية متاعنا اللي كانت قايمة على فكرة الأجور البخصة اللي هي تخلي المستثمرين يجيوا لتونس دونك هذي غاية بليوم على الخطاب السياسي ونتصور إنه معنتها أصحاب المؤسسات واللي يخدموا على التصدير أساساً دي ما حاضر في ذهنه ماذا إنه كيف يوليو أقل تنفسية باش يوليو يصدروا أقل ورفع الدعم ليزي يأثر سلبياً على الوضع الاجتماعي ولكن زادة ينجم يأثر سلبياً على الوضع الاقتصادي لإنه باش ينقص من تنفسية المؤسسات الاقتصادية التونسية على خاطر رأوا في مرحلة من المراحل كان يترفع مثلاً ناتي كان يترفع الدعم ما فما حتى حد ينجم يعيش بربعمية وستين دينار دونك حتى حد ما بش يمشي يخدم يفضل إنه يقعد ما يخدمش كأنه يمشي ويخدم ثمانية وربعين ساعة ويبعد على دار ويبعد على عائلته ويخلص الترانسبور والمصاريف متاعه وفي الأخر يقعد يقعد فقير دونك فرسي ما الأسعار بش ترتفع وكيف ترتفع الأجور سباحني بش ترتفع وكيف ترتفع الأجور فإنه هده عنده تأثير على المنوال بتاعنا هل إنه عنا بديل بش يعوض فكرة إنه نبيعوا يد عاملة رخيصة بش نجيبوا الاستثمارات خاطر غدوة كي بش تولي ما هيش رخيصة شنو البديل هل إنه عنا في التكنولوجيات بش نوليه ونبيعوا اليد العاملة الكاليفية بش نبيعوا الخبرة مش بش نبيعوا رخص اليد العاملة هذي سين جرونت كيستيون اللي يزم نخموا فيها نهارة اللي نحكيه على رفع الدعم والمراجعة متاع هل رفع الدعم قريب معتها رفع الدعم طوى معانتها الحكومة تقول إنه بش يكون تدريجي مثلا فما الأكيد إنه الحكومة قالت إنه في الفين وستة عشرين بش يتم رفع الدعم نهائيا على المحروقات رفع الدعم على المحروقات رهي الأسعار الكل بترتفع ببرشة مرات إنه الترانسبور إنه المعامل اللي يتخدم بالطاقة الطاقة في حد ذاتها كلها بش تغلى دونك هذي ديجا الستة وعشرين الباقي إنه شكون اللي بش يتفعوا بالتحويلات المالية شكون ماهوش بش ينتفعوا قداش بش يربح الدولة مدال بلاتفورم إلكترونيك اللي بش تتعمل هل إنه بش تكون جاهزة في وفق ستة وعشرين وإلا لا هذي كل مازال ماهوش واضح صرتو إنه الحكومة مدام ما صارش الإفراج على النص النهائي متع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لليوم معناش معطيات مراجعة الدعم شنية الرزنامة متاعها شنو الكالندرية متاعها شنو اللي بش يتغير شكل اللي مش مولين بيها الشي اللي خلينا نعطيه كما تسأل انت يامي مازال ما فهم حات شي واضح حاتلتا وجس معتها تخمينات لا فهم الحكومة تقول راهو باش يتم الذهاب إلى حقيقة الأسعار كل مرة تقول حاجة الحكومية مرة تقول لا لن أرفع الدعم مرة تقول لا بش نرفع الدعم وزيري قول أي وزيري قول ما عاش كان نريتهم ما ذو ما ولا كان نريتهم مذي فهم ان بروبليم بتاع يسميهم ليزيلي من دلانجاج معادتها إنه هوم يقولك لا ماناش بش نرفعوا الدعم ولكن بش نوجهوا المستحقي لهنا يتحل السؤال شكون المستحقي هل إنه فقط العائلات المعوزة هل إنه الأجراء ينجموا يتمتعوا به شكونهم الأجراء هذية كلها أسلة مازالت آآ غايمة ولكن الأكيد هو إنه كيف نمشيه لحقيقة الأسعار فإنه الأجور فرصة ما يلزمها باش ترتفع بيه يعطيك صحة إياد بركة لو فيك